تكاملا في الخدمات الصحية والعلاجية وضمن الشراكات المجتمعية أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز افتتح مركز مستقبل بريدا لغسيل الكلا واطلع سموه على التجهزات الطبية ومرافق المركز والخدمات التي تقدم للمستفيدين كما افتتح سموه قاعتين الدكتور النصري والعمر شهيدية الصحة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدا تقديرا لتضحياتهم وما قدموه من اسهمات صحية هذا المركز وهو مركز حيقها غسيل الكلا والذي قام بالتبرع بانشاءه الشيخ عبد الله الصالح الراشد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية ووفقه بدون ادنى شك بانه بادرة انسانية عظيمة المسئولية الان على الحيقة التجمع الصحي وعلى الشؤون الصحية وعلى الزملاء الذين ان شاء الله سوف يديرون مثل هذا المركز من نسبة الحيقة لهذه القاعات هي حق يعني حق مستحق لرجال حيقها بذلوا جهودهم وضحوا بارواحهم الدكتور عبد الله النصري والدكتور خادر عمر بذلوا ارواحهم وهناك الحيقة اربعة اخرين من الاطباء كذلك والممرضات في سبيل حيقة علاج المرضى من جائحة كورونا وقضوا الى رحمة الله فمن حقهم علينا ان يسمى قاعات باسمائهم دور بارز للمشاركة المستمعية والتي تهدف للتكامل في تقديم الخدمات الصحية لا شك ان المريض له حقوق كثيرة ومن حقه العناية به ومن حقه ايضا قيام اخوانه المسلمين على العناية به الى جانب ما تبدله الدولة رعاها الله عز وجل واجاد مثل هذه المراكز مركز لغسيل الكلا وغير ذلك من المنافع الحيوية الصحية ارى انه مطلب مهم ولو نظرنا في التاريخ لوجدنا ان الاوقاف على الامور الصحية لوجدنا انها كثيرة جدا ويأتي افتتاح المركز تطويرا للخدمات الطبية وتوسعا في رفع الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات علاجية متكاملة لقناة الاخبارية علي العطينان بريدا